هذا الموضوع ينضم معنا الخبير القانونية سيد علي التميمي أهلا بك سيد علي في البداية أريد أن أعرف منك تفاصيل أكثر عن قانون المساعدة القانونية ولماذا هذا الجدل النيابي الدائر حوله أصلا؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم أحييك أستاذة وأستاذ المشاهدين شكرا على الفرصة طبعا بالتأكيد مشروع قانون الحماية القانونية يتكون من 22 مادة هذا القانون ركز بالأهداف على حماية ضحايا العنف الأسري وأيضا المشبولين بالحماية الاجتماعية أيضا النازحين المهجرين من خلال الحماية الدستورية وإيجاد سبل الترافع وتوكيل المحامين هذا القانون كما قلنا يتكون من 20 مادة ملاحظات كثيرة سجلت على هذا المشروع منها نقابة المحامين سجلت اعتراضات على نقاط مهمة منها مثلا أنه هو يصطدم بالمادة 22 بالقانون المحامات رقم 173 لسنة 1965 فيما يتعلق بحق الترافع وأعطاء المشورة القانونية بالنسبة للمحامين حصلا وأيضا وفق هذا القانون هو أوجب وجود محامين وقانونيين يتم التعاقد معهم من قبل مجلس المساعدة القانونية طبعا هو القانون أوجب وجود مجلس المساعدة القانونية برئاسة نائب مفوضية حقوق الإنسان ممثل عن مجلس القوام ممثل عن مجلس الوزراء ممثل عن نقابة المحامين عن منظمات المجتمع المدني والمقرر أيضا هو من وزارة العدل طبعا هذه النقاط أيضا من ضمن النقاط التي توجهت بها نقابة المحامين ما يتعلق بعمل المحامين وازدواج العمل لخالف المادة أربعة من قانون المحامات وأيضا ما يتعلق بالمسائلة هذا القانون أجازة مسائلة المحامين وإحفاءه وهذا أيضا يخالف قانون المحامات لأنه وفق قانون المحامات من يسائل العفو نعم طيب يعني شوية الصوت بي هل تسمعني بشكل واضح الآن؟ نعم نعم سيد علي يعني تفضل نعم كيف تقيم تعاطي مجلس النواب مع قوانين معنية بالعنف الأسري؟ نسمع أن هناك دعوات واسعة للتدخل وحماية المتضررين كيف تعلق؟ هو يوجد مشروع مشروع الحماية من العنف الأسري هذا القانون لم يتم تشريعه لحد الآن بالرغم من أنه شرع في بلدان عربية مختلفة الشيء الغريب أيضا أستاذة أنه يعني الحماية من العنف الأسري تداخلت أيضا مع هذا القانون قانون الحماية القانونية في حين أنه كان المفروض أن يكون له قانون مستقل يعني قانون الحماية من العنف الأسري بي نقاط كثيرة ووجهت له انتقادات فيما يتعلق بفتح المراكز الإيواء فيما يتعلق بالبلاغات البلاغات اللي حقل الجار مثلا أن يبلغ في العقوبات اللي تتخذ ضد الآباء ضد الأبناء يعني نقاط كثيرة وجهت إلى قانون الحماية من العنف الأسري أنا برأي أستاذة أنه قانون الحماية من العنف الأسري يحتاج أن يكون بصبغة عراقية بترجمة للقيم للمبادئ للأفكار للأعراف لطبيعة المجتمع العراقي يعني اطلعت على مسودة قانون الحماية من العنف الأسري يعني كأنه بمواد من قوانين دول أخرى لكن هو ممكن أن لا يصطدم بالدستور لا يصطدم بالقوانين النافذة برأي هكذا يكون ناجح المشكلة في تشريع القوانين في العراق أنها تكون مستعجلة يعني غير محبوكة غير مدروسة بالشكل الصحيح يعني هذا القانون قانون الحماية القانونية هو عشرين بادئ أنا شخصياً يعني كتبت عليه يعني عشر ملاحظات عشر ملاحظات تصدم بالدستور تصدم قانون المرافعات تصدم قانون المحامات تصدم بالقانون الضريبة نعم يعني يعني هل يمكننا القول اليوم أن مجلس النواب استطاع النجاح على يعني المستوى الاجتماعي بالحد من مشكلات التفكك الأسري وارتفاع حالات الطلاق وهي مشكلة أخرى أستاذة يعني احنا عدنا حالات بالعراق ظهرت خطرة جداً حقيقة وطارها على المجتمع العراقي مثلاً هاي الجرائم البشعة اللي دا ترتكب نعم يعني على مدار تاريخ العراق المرأة العراقية إحصائية للأمم المتحدة 1986 المرأة العراقية يعني الأقل ارتكابة للجريبة ب1986 بعد المرأة اليابانية لكن نلاحظ اليوم جرائم كثيرة ترتكب من النساء حالات الطلاق أيضاً يعني 6600 حالة في الشهر إحصائيات هذه طبعاً ما هو سبب ذلك نقاط كثيرة منها حسن الاختيار منها إنه الاستعجال منها أيضاً الشخصية الشخصية الخطيبين غير مدروسة بالنسبة للاختيار يعني فترة الخطوة يعني حالات كثيرة تدخلات الأهل السكن المستقيل أسباب لربما هي حتى مسألة الانتحار الانتحار استاذة يعني إحنا بلد إسلامي الله يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق حالات الانتحار بشعة خطرة كثيرة مخيفة مرعبة في البلد حقيقة تحتاج إلى توعية إعلامية خطب الدين الصحافة يعني الكثير من الأمور بصراحة الانتحار الطلاق لا تلائم طبيعة المجتمع العراقي الإسلامي نعم شايد علي لأن الضحايا في الطلاق مثلاً يعني لضيق الوقت سوف نكتفي بهذا القدر السيد علي أتميمي الخبير القانوني شكراً جزيلاً لك شكراً